أهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة رح أرد على بعض الأسئلة سواء كانت شخصية بالنسبة لأيلي أو بتصل على الصفحة اللي بتتعلق بموضوع المسيح الكذاب أو ضد المسيح طبعا فيك تراجع الحلقة كانت مبارح يوم الأربعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على القناة الفضائية قناة الحياة وفيك أيضا اتتابعها على صفحتنا نور لجميع الأمم ربنا يباركوا كان في بعض الأسئلة خليني أشوف أرد على بعض هذه التساؤلات في سؤال وصلني هل الوحش؟ الوحش طبعا أنا شرحت عنه الوحش الصاعد من الهاوية أو الصاعد الطالع من البحر بحسب رؤية 13 اللي هو بيوصف المسيح الكذاب أو الاصطلاح الكتابي هو ضد المسيح وله أسماء كثيرة بحسب رسالة تسالونيكي وسفر الرؤية أيضا وسفر دانيال لكن السؤال كان هل هو موجود الآن؟ بصراحة لا أعلم يعني ومثل ما ذكرت مبارح أنه ننتبه من هالموضوع هذا أنه ما نحاول أنه نصنف الناس برقم 66636 يعني بحسب رؤية 13 الآية الأخيرة نصنفهم بهذا العدد ونقول أنه هذا هو الوحش أو ضد المسيح هل هو موجود؟ لا أعلم لا أعلم ولكن إذا رح يكون موجود يعني فرضا أنه هو طفل ولا النظام كله إذا بتلاحظ تدرس الغرب مثلا أمريكا وأوروبا وطبعا الشرق الأوسط يعني كل هذه الدول إذا بتدرس كل الأمور عم تتغير سريعا جدا وفعلا كل الأمور عم تتحول بالشكل المعاكز اللي الكتاب المقدس بعلمه صار يشوفوا الخير شر والشر خير والظلمة نور والنور ظلمة والحلو مر والمر حلو صار يصدقوا الضلال والكذب طبعا هي أروح شريرة روح الكذب وروح الضلال فأنا لا أعلم لكن في تهيئة أكيد بيكون للموضوع فما بقدر أجاوب أقول أنه موجود لأنه فيه كمان يعني تجهيزات وإعدادات مسبقة كمان سؤال الثاني كان حد سألني هل هو بن يمين نتنياهو؟ طبعا إحنا ما فينا ندخل السياسة في الموضوع يعني كل فلسطيني يمكن بيعتبروا المسيح الكذاب اليهود من ناحية تانية بيعتبروا طبعا شخصية عظيمة واللي عايش في الأراضي المقدسة بتشوف حتى شعارات وكتابات الكل متوقع مجيء المسيح ثانية لكن مش مسيحنا اللي بيتكلم عنه الكتاب أقصد الرب يسوع المسيح له كل المجد مسيح آخر مسيح سياسي مسيح ديني لكن مش هذا وبعض الناس صارت تتحول الاسم على أسماء ومسميات كثيرة جدا وأنا ذكرت مبارح أنه ننتبه ونتحايد أنه نحط هذه الأسماء أو المسميات على شخص إذا الكتاب المقدس لم يذكر اسمه لكن ذكر عدد وهذا العدد عدد الوحش مكتوب هو عدد إنسان عدد إنسان يعني مش مش سيستم مع أنه بيشتغل وبيعمل من خلال نظام طيب هل سؤال تاني هل كتب سفر الرؤية هو سفر رموز يعني كتبه يحنى طبعا بواحي من الروح القدس زي كودز معينة حتى لا يضطهدوا والحق يقال خليني أحكي عن هذا الموضوع بطريقتين أولا يحنى يعني كان بالمنفى كان في جزيرة بطموس وكانت في أيام الإمبراطور دومشيان أي شخص بيرفض العبادة لابد أن يواجه الموت وكتير من المسيحيين اللي واجهوا الموت لكن يحنى لم يمت لك الراح لجزيرة بطموس وعلى الأرجح كان في الجزيرة لسنة ونص هناك بهاي الفترة كان شاف الإعلانات النبوية أو الرؤوية ورجع لآسيا الصغرى لمنطقة أفيسوس في 96 ميلاد لأنه بهذا التاريخ طبعا إحنا منعرف من الريكورد من السجلات أنه مات الإمبراطور فأخله سبيل السجناء فالاضطهادات كانت على حقب زمنية أو تاريخية بس فعلا برضو المسيحيين الأوائل كان عندهم كودز بالحديث يعني كان عندهم لغة خاصة بالحديث وبالكلام يعني واحد من العلامات اللي بتشوفها كتير ممكن على سيارة اليوم علامة السمكة شو يعني علامة السمكة؟ هي من الكلمة اليونانية إخثص اللي بتتكلم عن يسوع المسيح ابن طبعا الله مخلص فإذن يسوع المسيح هو ابن الله المخلص فكان مثلا إذا بيتقابل حتى الشخص يعرف أن الشخص الآخر مسيحي إذا كانوا على الرمل كان ممكن يعمل رسمي على الرمل جهة والشخص الآخر بكمل علامة السمكة حتى يعرف ويكون عنده الحرية لكن برضو مش المقصود هذا الشيء مع أنه فعلا بفترة الاتهاضات كان في لغة معينة الشيء الثاني يحنى عم بعبر عن أمور صعب يوصفها بلغة أرضية فمثلا أنا ذكرت بحديث مبارح أنه لو اليوم الإعلان بيكون في هذه الأيام أكيد رح يوصف الشعوب والممالك رح يوصف الأشياء الموجودة التكنولوجيا الحديثة اللي يمكن قبل مئة سنة ما كان حد بيعرف عنها ومين بيعرف بعد مئة سنة يمكن كمان حد ما بيعرف عنها لأنه التاريخ يعيد نفسه It's a cycle يعني دائرة وممكن هاي العلم الباهر في هذه الأيام يمكن بعد ثلاثين سنة ما يكونش كل هالأشياء تكون obsolete منهية بالكامل ونرجع على الإصطلاحات القديمة أنا بقولش هيك لكن اللغة تعبر بحسب كتابة الزمن فإذن البعض يعني بقول طيب وسفر الرؤية كتب برموز لألا يضطهدوا لا أقول أنه اللغة محدودة كانت للتعبير وشيء الثاني أنه فعلا كان فيه اضطهاد وكان فيه لغة بيتكلموا في كود معين لكن تفسير سفر الرؤية مثل ما ذكرت فيه مدارس فيه اللي بيفسر كل شيء حرفيا وفيه البعض اللي بيفسر كل شيء رمزيا لكن لما بتقرأ سفر الرؤية لابد أنك تكتشف فعلا فيه أمور حرفية حدثت لكن الفكرة النبوية أنه الأمر بيتكرر مستقبلا أنا ذكرت أنه دانيال تنبأ عن رشسة الخراب حدثت سنة 167 قبل الميلاد لما قدم خنزيرة على المذبح وقامت ثورة المكبيين وبعدين طهروا الهيكل وانتصروا رجع الأمر تكرر لما الرومان هدموا الهيكل ودمروا شليم يعني كان بالنسبة رجسة بالنسبة لليهود أنهرد يعني أنه غير مستوعب وأنه شخص يسمع أن يفوت أمم على مكان أو أقدس مكان لليهود وهذا الشيء دايما يعني بيتكلم عن النجاسة دايما بيعتبروا اللي هو جبل المرية يعني منطقة محددة اللي هي موجودة في أورشاليم اليوم اللي هذا المكان هو يعتبر بالنسبة لهم أقدس مكان يعني حتى لما بتروح الزيارة اليوم على أورشاليم مع كل احترامي للكل طبعا في رحلة بالأنفاق تحت يعني بجانب حائط المبكة أو الحائط الغربي بتشوف الحائط الماسك يعني ريتينينج وول اللي بناهي رودوس الكبير ووسع الهيكل وعمل جبل المرية فلاث يعني بتشوفه مسطح هاي الحجارة في وزنها 200 و 300 طن بتشوفها بعنيه وانت ماشي بتشوف أكوام وهيكا زي أقواس لما بتسأل مثلا هناك الربايز بقولك untouchable ما تقدمش ولا تلمس وكذا بتفهم إنه هاي المكان كان قدس الأقداس لليهود فدايما بيعتبروا أي شيء غريب في منطقة الهيكل يعتبر نجس بالنسبة لليهود وهذا الشيء تكرر ولا ربما يتكرر في الأيام الأخيرة لأنه مثل ما مكتوب في تسالونيكي أنه المسيح الكذاب يعني لاحظ شو بقول عنه الكتاب يستعلن إنسان الخطيئ ابن الهلاك يعني المحكوم عليه بالهلاك المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا يعني هون مش بس المسيحيين في ناس كمان عندها آلهة في نفس المنطقة حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله وطبعا هون مش يعني ممكن فرضا نقول إنه المسيح الكذاب بحسب رؤية ستة عمل سلام لأنه بيبتدي الإرسلية تبعته بسلام وفرضا عمل صلح بين إسرائيل وفلسطين على سبيل المتالي واليوم في مساحة الهيكل مساحة كبيرة يمكن بجانب مسجد القبة ممكن يتبنى هيكل صغير أو مكان للعبادة هذا لا يعني يعني تحقيق نبوات لا يعني إنه هذا الشيء اللي الله راضي عليه لا لأنه هذا قمة الارتداد هذا ارتداد يعتبر لأنه أنت عم ترجع للعهد القديم أنت عم ترجع للذبايح الدموية القديمة لأنه أصلا ممنوع يكون هيكل بدون ذبائح وممنوع يكون ذبائح بدون هيكل ولازم يكون في نفس المكان ليه؟ لأنه بحسب الكتاب الله اختار هذا المكان فرضا إنه حل كل هالإشكالية هاي وفعلا كان في هيكل هذا لا يعني إنه الله راضي على الموضوع هذا يعتبر قمة الارتداد وقمة المقاومة لشخص الله ولسيما أنه الله قدم ابنه الرب يسوع المسيح ذبيحة وكفارة لأجلك ولأجل تروح ترجع للعهد القديم والذبائح القديمة شوف هذا الموضوع إذا بتقرأ الرسالة للعبرانيين بيعطيك توضيح أكتر عن هذا الموضوع فإذن سفر الرؤية حقيقة لما بيتكلم عن أوصاف الرب يسوع في الإصحاح الأول أوصاف التي تدل على ألوهية ومجد الرب يسوع المسيح لما بتجي للإصحاح الثانين وإصحاح الثلاثة بيتكلم عن سبع كنايس وهذه الكنيس كانت في آسيا الصغرى وهذه اليوم تركية وهذه الكنيس فعليا كان في كنايس بتقرأها من كلام يحنى ومن رحلات بولوس الرسول التبشرية هاي الكنيس كلها هدمت طبعا وهاي الكنيس اليوم عملوا حفريات مثل أفسوس يعني بتشوف أمور عظيمة جدا عن عظمة أفسوس لما بتشوف المدرج اللي بيسع 25 ألف شخص وين بولوس خطب في أعمال رسول صاح 19 لما بتشوف مكتبة سيلسوس اللي هي تالت مكتبة في العالم قديما كانت بعد برغاموس والإسكندرية الإسكندرية برغاموس وطبعا أفسوس بتشوف اكتشفوا مثلا مدرسة اللي كان يعلم فيها بولوس في أعمال 19 اللي بتتكلم عن تيرانوس تعني الطاغية في العربي اكتشفوها كل هذه الأمور بتأكد صحة الكتاب بس فعليا حرفيا كان فيه كنايس وهي الكنيس عملوا حفريات وكلها مكتشفة أكدت صحة الكتاب بس الرسالة بس الرسالة تايملس الرسالة مظبوط نسبة أيام يحنى المعاصرة بس لها رسائل كمان مستقبلية في بعض الأمور لما بيتكلم عن أمور لما بتيجي لعند الدربات وبتيجي لعند بابل وبتيجي لعند في أمور اللي هي رموز بس يحنى بيتكلم بعدين بيشرحها بطريقة الشخص الروحي ممكن يفهمها إنه ما فيك تحدد في حرفي وفي رمزي وفي لهوتي وفي ممكن سياق الحديث والقريني فيك تأخذها كيف ما بدك بس كلها بتأدي لغرض واحد شهادة ربنا يسوع وبيتكلم بقول في نهاية السفر اللي بزيد على هذا الكتاب بزيد الدربات عليه واللي بيحزف كلام بيحزف الله نصيبه من سفر الحياة فإذن فعلا إنه فيك يعني حرفي ورمزي في نفس الوقت السؤال آخر كان ماذا عن موضوع توحيد الأديان طبعا أنا ما بعرف بالزبط يعني بس اليوم بتشوف إنه في يعني مبادرة عالمية لتوحيد الأديان وهذا التوحيد طبعا إنه كتير رح يكون فيه تنازلات واليوم فعلا ابتدى أنا بتكلم عن رجال دين معروفين سواء مسلمين سواء مسحيين مثل البابا ويمكن الأتردوكس لسه لكن برضو فيه كتير من القيادات المسحية مستعدين لأنه الحق مش مطلق بالنسبة لهم مع أنه الكتاب يتكلم يسوع قال أنا هو الحق يعني أي شخص بيبحث عن الحق لابد أن يصطدم بيسوع المسيح فهي الأشياء ممكن تكون كلها تجهيزات وإعدادات للحدث الأكبر اللي رح يكون في آخر الأيام لربما إحنا كمان في آخر الأيام طبعا توحيد الأديان لابد أن يكون في تنازلات طبعا أصعب توحيد وأنا بتكلم بصراحة اللي هو بين المؤمنين المسيحيين وبين الإسلام وفي ثغرة أو هو عميقة جدا ما فيك تتنازل عنها مع أنه رجال الدين عم بيساير وبقول لك خلينا نخذ الأشياء المشتركة بس هو حقيقة بالنسبة للعهد الجديد ما فيش شيء مشترك وأنا بتكلم بوضوح بمحبة أنا مش عم بساير ويعني بحاول أطر الموضوع وأتنازل لا 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 هذا موضوع أنت عارفه وأنا عارفه منحب بعض ومنحترم بعض ومنكرم بعض ومش مفروض يكون أي عنف كل إنسان إليه الحق ينادي بما تريد يعني نادي من الحجر مش مشكلة بس أنه هذا موضوع حقيقي يعني بالنسبة للمسلم إذا بعدها ذاكرت منيحة لما درست القرآن بيقول وما نبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين سمحوني أحباء المسلمين يمكن الاقتباس ما يكونش متكامل بس أنا عم بحاول أعتمد على الزاكرة لما كنت بدرس طبعا الإسلاميات والقرآن والحديث وتاريخ الشرق الأوسط والعرب الأخيرة بحاول بس أسترجع من الزاكرة بالنسبة للمسيحية الذي يؤمن بالابن له حياة بدئية يعني يسوع المسيح الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذن واضح يعني في حق يا بيكون من خلال المسيح يا بيكون من خلال الإسلام إحنا متفقين عشان كما يسمونها يعني توحيد الأديان أحبائي هذا واضح جدا الكتاب المقدس لما بتقرأ سفر الرؤية وبترجع للنبوات العهد القديم بتشوف إنه لك يكون يسوع الكل في الكل في شعية 45 بقول يعني حي الرب تجث لي كل ركبة وإن يهوى بيتكلم الله إله العهد القديم في العهد الجديد بقول لذلك رفعه الله لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن توحيد الأديان مش رح يتم إلا يمكن لما بيجي هذا المسيح الكذاب أو ضد المسيح طب الناس خايفة مرعوبة لأنه بصراحة لما تكلمنا عملنا تشويش للناس أكتر ما ريحنا فكرهم أحبائي يعني ما تخاف بالعكس الكتاب مسلسل الأحداث بكل بكل وضوح وأنه هل هو يعني يعني السؤال البعدي طب هل هو أسطورة لأنه الشخص اللي بسألني يعني بقول طب مليون بسفر التكوين الخليقة وفلك نوح ويونان وبابل وكل الأشياء ما هي مش أساطير لا لا مش أساطير هذا من الناس اللي بتقول هيك ولا سفر الرؤية أسطورة لعدة أسباب يكفي أن نقول يسوع اللي ختم أنا يسوع أرسلت ملاكي يسوع اللي بيتكلم وإحنا كلنا متفقون أن يسوع هو يعني القداسة والطهارة والكمال الأخلاقي مش مجرد كلام بعدين هذا الكلام مش عشوائي يعني كله بيسير مع بعضه يعني إنت لما بتقرأ في سفر رؤية بتلاقي لها مرجعية في العهد القديم سفر دانيال بيتنبأ عن شعوب بيتنبأ عن بابل ونهاية بابل بيتكلم عن مملكة مادة وفارس بيتكلم عن نهاية هاي المملكة وبتكلم عن الإسكندر الأكبر بتستغرب أيوة بيتنبأ عنه في سفر دانيال وبتنتهي هاي المملكة بسرعة بل بالعكس المملكة بتنقسم على الجنرالات كان عنده أربع جنرالات بس بيكمل الحديث على مملكتين بطليموس وأن وأنتيخوس أبيفنس يعني إما البطالسة اللي كانوا في مصر أو السلوقيين في الشمال في سوريا وكل واتنين هاي القوتين هني كانت يونان بس من قسمي بتحاربوا على مين بتحاربوا على فلسطين لأنه ساندوش لأنه فلسطين تعتبر يعني تعتبر جسر بين تربط تلات قارات بتربطها الطرق القديمة مثل فيا مارس مع طريق وادي الملوك بتوصل للشمال وبتصل لتركيا لبيربط مع فيا أغناطيا اللي هي بتربط بين روما لتركيا قديما فإذا كانت تعتبر مركز استراتيجي هام فكان دايما بيتنازعوا عليها وعلى فكرة الملطقة لهذه الطرق هو منطقة تسمى هار ماجدون اللي هو سهل يزرعي بتشوف ملطقة الطرق وين المعرك الأخيرة معركة وادي هار ماجدون كيف بيجي الجنود أو الجيش من الشرق ومن الغرب وطبعا لأنه بيتكلم عن الدول المحيطة لآخرها بس إنه فعليا تؤكد بدانيال وياسف الرؤية بتشوفها في زاكرية ونبوات أخرى كلها تتناغم وتتناصق وفعلا بتكمل أحدها الآخر خليني أخد السؤال الأخير وبعدين إذا عندك أسئلة بليز ابعتها طيب اللقاح اليوم اللي عم بوزعوه طيب ما هو يعني ما هو المرض هذا هو من صنع إنسان فإذا اللقاح من صنع إنسان معناته أكيد فيه مؤامرة يعني نظرية المؤامرة بصراحة ما بعرف الجواب أنا بس أنا ما بحب أربط هاي الأشياء بالأحداث الكتاب المقدسة آه الله رح يرسل دربات الأبواق رح يكون في أو بأو مجاعات وووو الخير بس ما نربط الموضوع لأنه الكنيسة كمان الهدور الكنيسة لسه رح نشوف نهضات والرب رح يبنيها ورح نشوف العالم يعني فعلا لأنه لازم الحق والنور يبين بس ما نربط اللقاح بعلامة المسيح الكذاب إحنا قلنا بحسب سفر يعني بولوس الرسول بحذرنا بقول بالنسبة لمجيء ربنا أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا يعني مش عاوزنا نخاف لا بروح حتى لو روح بدي كلمك ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مننا ليه كأنه يوم المسيح حضر بعدين شو بقول لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا فإذا أنا حبائي الارتداد هم يتكلم آه على نظام عالم موحد نظام دين موحد فضد المسيح هو عنده الكارزمة بيبتدي بالسلام بعدين هويته بتنفضح لكن هو قائد عسكري وسياسي وطبعا الاقتصاد العالم بيكون بأيديه فلازم الناس تحط علامة على الإيد اليمن أو على الجبين وهذا العدد بيسميه عدد إنسان شو هي ما بعرف بس إنه رح نعرف لما بيكون موجود لأنه في قرار في اختيار يا إما بتبيعه بتشتري بتكون تابع للوحش للمسيح الكذاب أو كمؤمن مسيحي رايح تواجه الإضطهاد بعدين سؤال آخر لأنه أنا ذكرت إنه خلي بالك إنه هو ضد المسيح مش أي شخصية أخرى ممكن يكون بعض المقاومات من بعض الأديانة التي تؤمن بالله في كتير ناس بتآمن بأله عن صدق بإخلاص رح تقاوم بس بالنتيجة إنه كل الاهتمام وكل الإشكال هو ضد يسوع المسيح إرساليته هي لنقد إرسالية يسوع المسيح بحاول يقلد المسيح حتى بالمعجزات لكن الكتاب يقول لما رب يجي يبيده بنفخة ثمه فإذن الموضوع هو مش رح يكون صراع الأديان بين مسيح ومسلم لا لا بنهاية الأيام الكل رح يتحد المسيحيين أكتر من 2 مليار يمكن رح يتحدوا ضد المؤمنين الحقيقيين الكنيسة الحقيقية والمسلمين وبلبوذيين والملحدين كله كله نظام موحد لكن كله هل فكرت ضد يسوع المسيح أوليس عجبا مشانيك أنا بحذر بقول توب ليسوع المسيح هذا كله على فكرة موجود في كلمة الله في الكتاب المقدس فإذن لا يأتي إلا إذا جاء الارتداد أولا اللي هو عملية انحراف ديني هائل يصل إلى ذروة التمرد والعسيان مش على صعيد يعني مكان إلى مكان هم يكون على صعيد عالمي ثورة ضد كل تعليم يسوع المسيح وعمل يسوع وتعليم يسوع وطبيعة يسوع وصفات يسوع اتحاد الأديان بأنظمة عالمية كلها ضد يسوع المسيح ضد المسيح هو الدجال اللي طبعا رح يقنع كل هذه الناس فإذن اللقاح هي ليست علامة الوحش سواء انت عاوز تحط ولا ما تحط هذا الشيء اليوم مثل ما حكيتم برح بيستخد مشرائح معينة أو رقائق بحطوها في الحيوانات حتى تتريس يعرف وين الشخص موجود ولكن حتى مش هذا الموضوع لأن العلامة رح تكون واضحة على الجبين وانت ماشي زي بار كود ما بعرف كيف يمكن عدد أو اسم الوحش إلى آخره إنك انت فايت في أي مكان بتزمر مثلا انت مش من جماعة الوحش فعلى طول تطرد أو تقاوم أو تبطهد اللقاح اليوم والحق يقال بغض النظر إحنا متفقين أو مختلفين أنا مش طبيب بس هو إنقاذ حياة إنقاذ حياة ما هياش علامة الوحش ما في حد بيرغمك مش مرتبط يعني العلامة اللي إحنا بنحكي عنها علامة الوحش أو رقم 6-6 مرتبط بعبادة الوحش فقرأ بصلي إنه لما نسمع هيك كلام إنه نتوب للرب ونرجع ليسوع المسيح هاي بعض الأسئلة اللي وصلت إذا فيه أي أسئلة أخرى إحنا ممكن نخصص أكم يوم بس للرد على الأسئلة فمن فضلك ما تستحول تتردد ابعت بأسئلتك ربنا يكون معك وشارك هذا الفيديو مع آخرين ربنا يكون معك موسيقى موسيقى